تتخيالي هذه الاستابيليتي او هذا الوقوف المتزم القائم عدا يحكم بعض هذه العضلات فهذه العضلات عشان تحكمه حكما سليما لابد ان يتخذ المخ قرارات سليمة والقرارات السليمة تأتي او تتأتى من اشارات نابعة من القدمين دل المخ اول حاجة ان الاشارات دي ممكن تبوص اللي هي جاي وبذلك المريض تلاقيه واقف فتح رجليه وما يمشي يمشي بنسميه ويدلين جيت يعني مشي تلوزة بس الناس بتاخدش بالهم منها مفيش مريض هياخد بلو من كده يا دكتور ولا اهل المريض بس احنا مفروض نخب بالنا يعني هو فتح رجليه ويد جيت يعني رجليه بعيد عن بعض بعد بعض ليه عشان يوسع قاعدة الارتكاز يعني حضرك لو الارتكاز بهذه الصورة مزي ما نكون كده طبعا كده اكثر اتزانا فهو بيفتح رجليه عشان يبقى اكثر اتزانا هو مش وخباله ولا اهل مش وخباله ممكن يشتكي برضو انه هو ماشي على قطن يعني احساسه بالارض مفيش الصلابة التي يستشعرها في الطبيعي بيفقد الاحساس ان هي حاجة صالبة اه طبعا لان الاشهارات عددها بقى قليل وقلة هذه الاشهارات فيعطيني احساس بالقطن بينما كلما تتكاثر هذه الاشهارات اللي طلعها او تبقى مور مكثفة فتعطيني احساس بالصلابة فمن هنا يقول انا ماشي على قطن انا مش حاسس بالارض كويس وبالتالي ممكن يخبط رجلي جامد وهو ماشي حتى يستشعر الارض دي هو العيان المفروض يعرفها مش مش حيقوب بنوينها لا اعمال المرض يا دكتور في تشخيص المرض موكرا لا اصلي دي فاين او الحقيقة لا يعني احنا ملوموش يعني دي مش حرارة عالية عشان اقوله ده الحرارة عالية يقعد خمسة ثمانية وتلاتين تسعة وتلاتين وانت بقى لك ست سنين على كده يعني هو ممكن يعيش كده على فكرة خمس سنين ونقوش دريان ويدا كترا ماخدوش بالهم مش هو اللي ماخدش باله كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا